أهلا بكم بلغ عدد سكان العقبة 242 ألف فرد متوسط حجم الأسرة 4.9 فرد حسب نتائج أول تعداد شامل لسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والعيزات الزراعية في محافظة العقبة 2024 الذي أعلنته دائرة الإحصاءات بالتفاصيل بلغ عدد الأسر الأردنية 149 ألف يمثلون 82% من إجمال سكان محافظة العقبة مقابل 18% الأسر غير الأردنية وشكل الذكور أكثر من نصف سكان العقبة وعددهم 248 ألف فرد فيما شكلت الإناث نسبة 39.14% أما المنشآت الاقتصادية فبلغ عددها 5783 منشآت اقتصادية وتشكل نحو 49% من إجمال المنشآت في العقبة وعدد العاملين فيها بلغ 28 ألف شخص تقريبا في المجال الاقتصادي بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العقبة 1464 مليون دينار للعام 22 بالأسعار الجارية و1395 مليون دينار بالأسعار الثابتة في المجال السياحي مثلا بلغ عدد الرحلات السياحية إلى العقبة 274 ألف رحلة خلال عام 23 بلغ عدد زوار العقبة خلال عام 23 919 ألف زائر إجمالي الإنفاق السياحي بالدينار الأردني في العقبة بلغ 82 مليون دينار أردني في العاملين في العقبة 22 ألف عامل في العقبة نسبة البطالة في العقبة للسكان الأردنيين هي 18.5% وهي أقل من النسبة الوطنية المعدل صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في العقبة هي 2084 فرصة عمل في عام 23 وهذا النتائج تأتي في فترة في غاية الأهمية تذكرون بأننا منذ فترة بسيطة أطلقنا الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة العام 2024 لغاية العام 2028 للسلطة وبنفس الوقت مع نهاية هذا الشهر سيكون هناك إطلاق أيضاً للمخطط الشمولي للعام 2040 هذه الأرقام مهمة جداً بنا لنا جميعاً اليوم لأن تكون هي القاعدة التي ننطلق منها ونستطيع أن نقيس مدى الإنجاز بالخطط والمرامج التنفيذية واصلت معدلات أسعار النفط تراجعها منذ بداية شهر آب العالي بشكل لافت اتراوحت نسبة التراجع للنفط والمشتقات النفطية بين 3 إلى 8% مقارنة بشهر تموز الماضي بحسب النشر الاسترشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد أربعة أشهر على زيارة الملكية إلى محافظة مأدبة أعلن وزير السياحة والأثار مكرم القيسي عن إنجاز تطوير الوسط السياحي في مدينة مأدبة الوزير دشن تركيب لوحات إرشادية داخل الوسط السياحي نفذت وصممت من قبل دائرة الأثار العامة لتسهيل وصول الزوار إلى المواقع السياحية داخل المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للسياح وزوار المحافظة وأعلن عن إنجاز 60% من مشروع إعادة تأهيل وترميم لوحة فسيفسائية في مركز زوار مأدبة كان جلالة الملك وجهة بإعادة تأهيلها اليوم بعد زيارة جلالة سيدنا بحوالي 14 أو أقل قليلا تم إنجاز تقريبا 60% من إعادة تأهيل اللوحة نتطلع إلى ربما قبل نهاية العام الانتهاء كليا من إعادة ترميمها بشكل يليق بمركز زوار مأدبة وبشكل يليق بمأدبة وأهل مأدبة عرض ملتقى النشامة للجال الأردنية حول العالم على الحكومة فكرة إنشاء صندوق تكافلي اجتماعي للمغتربين الأردنيين في مختلف دول العالم ذلك خلال اجتماعا مع وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وكشف رئيس الملتقى محمد الرفاعي خلال اللقاء عن تفاصيل الصندوق الذي تقدر مدخلاته السنوية في حال إنشائه بنحو 120 مليون دينار أردني إذ يبلغ عدد المغتربين مليوني أردني بحيث يدفع كل مغترب 60 دينارا سنويا للصندوق وأضاف أن إنشاء الصندوق يعتمد على ترخيص الملتقة حيث تم تقديم طلب رسمي للجهات المعنية بالترخيص منذ أشهر بانتظار إصدار الموافقات والترخيص الرسمية من جانبه قال كريشان إن وزارته تتطلع إلى خلق توأمة بين البلديات الأردنية وبلديات مدن عربية وأجنبية من خلال أعضاء الملتقة في شتى دول العالم مهما غاب المغترب ومهما طال ومهما واخد جنسي وهذا بالنتيجة يعود إلى بلده والدليل على هذا أنه إحنا في مجلس الوزراء بعدما ألمانيا الاتحادية سمحت بازدواج الجنسي لأنه قبل كان عدد كبير من أبنائنا الأردنيين ماخذين الجنسية الأردنية ومتخلين الجنسية الألمانية ومتخلين عن الجنسية الألمانية حسب قوانين ألمانيا أنه ما بيجوز ازدواج الجنسية الآن بعدما سمحت ألمانيا بازدواجية الجنسية أن بيجينا كل أسبوع بالعشرات من أبنائنا المغتربين في ألمانيا لطلب العودة وأخذ جواز السفر الأردني طورنا عملنا كل الخدمات نحن مجانية طورنا عملنا وعملنا عملية التحول الرقمي نظام الـ ERP الآن في عندنا تطبيق على الجوالات الذكية اسمه مغترب كل الخدمات راح تنوضع بهذا التطبيق لدينا 26 لجنة عاملة على مستوى العالم بملتقى النجامة أهمها لجنة الوظائف هذه اللجنة من بعد كورونا إلى الآن صرنا موظفين أكثر من 2600 شخص موقعين اتفاقيات بالوظائف مع شركات عالمية بعد مفاوضات استمرت لأشهر بين نظام التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن المسمى ميديكير ومختبرات إنتاج الأدوية أعلن عن تخفيض أسعار عشرة أدوية رئيسية ضد مرض السكري وتزلطات الدموية ومشاكل القلب الإعلان جاء في بيان صحفي قبيل زيارة مشتركة لرئيس الأمريكي جو بايدن ونابته كامالا هيريس التي حلت كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة واعتبر بايدن الاتفاق أنه انتصارا اقتصاديا كبيرا على جبهة القدرة الشرائية حيث سيسمح البرنامج اعتبارا من العام الأول لبدء تطبيقه في 2026 بتوفير مليار ونصف المليار دولار للمؤمنين المعنيين والأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما و 6 مليارات دولار للمكلفين وفقا للبيت العبيض يشهد اقتصاد المملكة المتحدة نموا بعدما تجاوزت ركودا طفيفا نهاية العام الماضي بفضل تراجع التضخم عن أعلى معدلاته أو المعدلات التي سجلها منذ أربعة عقود وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة طفيفة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان وتشمل البيانات الفترة التي سبقت مباشرة الانتخابات العامة في بريطانيا مطلع تموز يوليو والتي فاز فيها حزب العمال بالسلطة متعهدا بتحقيق تنمية كبيرة في اقتصاد البلاد